هو حر كلنا هنموت من الحر وده طبعا موسم المنجة ما نقدرش نضيعه كده تعالوا نعمل حاجة كده تحفره كده سهلة ولزيزة وجميلة كده وكمان هتنعنشنا هجيب بالأول من جاية كده ونص حط عليهم معلقة سكر ونص كوباية لبن بعد كده اضربهم بالهند بلندر كويس جدا لحد ما تبقى عصيرة وتأكد ان كل حاجة ده بتفو بعضها حطها في طوصة حط عليها معلقة ونص كبيرة نشا هبدأ ان انا اضربهم كويس جدا على الباري بعد كده حطهم على النور بس تبد مش عايزها تتقل زي المعلبية هقوم حطها في الباريكس بتهي وحطها بقى شوية في الفريزر نعمل بقى ايه صوس كده من فوق يبقى خطير هجيب قطع المنجة حط عليها معلقتين كبار سكر وحط عليها بالزبط اقل من تلت كوباية مية واسبها مع النور كده لحد ما يتكرملوا مع بعض ويبدأ ان هم كده المنجة تبقى طرية معايا بس كده هطلع بقى الباريكس بتاعي من الفريزر هحط المنجة من فوق وبس كده جماعة انا عايز اقول لكم طعمها حكاية حاج كده هي مش نعنش اتنية انا قلت لي الحدها تانية خالص والفة هانا وشغل نصنش بقى في اللايك والشير وسابسكرايب يا خربي عالجمال والحلاوة واستنوا بقى باقي اختراعات الصيف ومقلكوش بقى عالجمال والحلاوة طوح فبجد لازم تجربوه بصوا جميلة ازاي تحسوا ان انتو بتاكلوا ايس كريم مانجة كده بس سايح شوية خطير يا جماعة احلى حاجة ممكن ناكلها بالمانجة